شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل إيه مع السيدة مع حضرة النبي قدم لنا نموذجين نموذج لتربية الأولاد ولنموذج لتربية البنات طيب الأولاد توفوا هنشوف حضرة النبي رب أولاده إزاي السيدة فاطمة بنته كانت لما تيجي رسول الله سلم عندما يستقبلها يقبلها بين عينيها يا الله على الجمال والحلاوة ولما تيجي تقضي ويروح فرش لها بردته وكان نبي يقول لها ما تعوديش غير على ما لاسق جسدي يا بضعطي كده تخيل كده وهي أعدف وسط الصحابة والناس شايفينها إيه ده أم أبيها ستنا فاطمة البتول الزهراء ويمسك سيدنا الحسن وسيدنا حسن حاجة كده تسر العين يقول إن ابني هذا سيد سيدنا سيدنا الحسن وببصص كده تخيله شايفين نظرة عينها وهو كده فرحان إن ابني هذا سيد ويصلح الله به به نفقتين الله ويقول كده عن سيدنا الحسن والحسين سيدها يا شباب أهل الجنة الله إيه المكانات العالية إيه التربية على إيه التربية على الثقة وبس الحب فيهم بهذه الطريقة فيستطيع أنهما ينطلقوا بقى في الحياة لما نتبع سنة رسول الله في هذا في هذا ينطلق أولادنا في الحياة وهم حسين أنهما ليهم ضهر رحيم حكيم وجنبهم ولازم لما نيجي نبص عليه أولادنا ما نتجسس ممكن يقرروا ينعزلوا في جزارتهم الخاصة نعمل إيه بقى؟ هنلاقي أحوال كتير منها أسلوب حياتهم حياة الأسرة أن كل واحد بيعيش في حاله أو أنه انعزل عشان محبط محبط أن حد حواليه يفهمه ويستوعبه ويقدره أو محبط أن فيه تفكك أسر في موجود في الأسرة أو أنه تعرض لصدمة كل الكلام ده نحن يا جماعة بنتعامل معها لأنه عادي مش عادي كل حاجات دي في أصول التربية تحتاج إلى تدخل لما أولد يعيش في بيئة منعزلة لما يحتاج إلى تدخل لما الولد يعيش في تفكك أسر لما يحتاج إلى تدخل متدخل متخصصين لايس معنا متدخل متخصصين أنه ما لنناش يد أنه نستطيع أنه نشارك في ده لا بنشارك في ده بالمشورة إنما شفاء العيي السؤال نسأل عندنا حاجة زي المرض في البيت بنروح نتعالج له فبنسأل إزاي نعالج للنعزل ده أو نعزل عشان يحمي نفسه من أنه يحس أنه ليل ولد قيمة وسيمة وزي الفل أمه مش شايفة فيه حاجة خالص لفتق رئي تفكيره مش شايفة غير شعره شعره لو هو مطوله أو ولد زي الفل بيتكلم بطيابة أمه مش شايفة فقط بس غير أنه مش قادر يواجه طيب يا أستاذة طيب الولد دوت اللي أنت شايفه أنه محققش أمنيةك ودخل الكلية اللي أنت عايزها بس هو شخص حريص على العمل وحريص أنه يبقى أحسن ناس أنت خزلته فاضطر ينعزل لأنه مخزولة هل المعنى كده أنه ما دافع عن العزلة للأولاد لأنا بفع من الأسباب وعشان كده فيه عزلة بتكون طبيعية زي العزلة اللي بتكون مع وصول أولادنا لمرحلة المراهقة بيحب هو يقعد مع نفسه كده ياخد ويدي مستقبله بيفكر أفكار إزاي هيبقى رجل إزاي هيقدر يعيش الرجولة فبيبدأوا يميلوا العزلة والانطواء نتيجة التغيرات اللي هو بتحصل لهم في شخصيته يعني أنا أبقى إنسان أتعامل إزاي مع التغيرات اللي تتعلق بالشهوة تتعلق بالتفكير تتعلق بالمستقبل عامل إيه؟ ولازم التدخل في اللحظة دي يكون بحكمة بزعل جدا جدا من الأمهات إن هي بتتتبر إن مرحلة المراهقة دي مرحلة أنا بسميها مجمع الاتهامات الولد بدل مراهق يبقى بيعمل حاجة غلط لما يقفل على نفسه الولد دو مش مستقيم الولد دو مشروع بلطجي الوقت يانها ربيض هم بيحصل لهم تغيرات فهم يحتاجين إحنا نقرأ شوية ونفهم كده ولزاك دائما أقول المراهقة مرحلة سنية محترمة بل مرحلة سنية مباركة فيها كثير من الفرص لأولادنا وللأسرة لكن إحنا النهاردة بنتكلم عن العزلة مش الطبيعية دي هتكلم عن العزلة الشديدة المستمرة اللي بقيت أسلوب حياة اللي بقى مقصودها لغروب كل واحدة هربان ونه بكلمكم أنتو بكلم الأب والأم لو هم سمعيني بكلم الأولاد بكلمكم كلكم بتبقوا منعزلين عن قصد يعني ده بيبقى اختيار أنا النهاردة بتكلم النهاردة عن العزلة لأن فيه سموم العزلة فيه سموم للعزلة يعني سم مثلا الإحساس أول سم ممكن نتكلم عنه من سموم العزلة سم الإحساس بالهوان إحساس أني مش فارق مع حد لما يتمدى الإحساس بالهوان ده ممكن يخلي الأولاد لو محدش وعاهم هرضى لفريسة هرضى لشخص يحسسهم بأنهما متميزين ويقدم لهم اللي إحنا دائما نستميه الاحتواء البديل ويا ويل ويا سواد ليله لو كان الاحتواء البديل ده تحتواء بديل بغرض الجنس على سبيل المثال أو على غرض أنه هو يشاركه مجالس المخدرات أو على غرض أنه هو يتحول إلى مرمطون عنده فلذلك أول فريسة لحد يحسسهم أنهم أبطال اللي كانت طبيعي أنهم أي كده ويا سلام بقى لو جالوا حد بقى يحسسوا أنه بطل وياخدوا في علم أنت المنتظر أنت البطل أنت الذي تنتظرك الأمة فيروح واخدوا على سكة التطرف